وربنا سبحانه وتعالى قال وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ طب ايه القضية؟ قضية أن ما فيش وحي سيدنا جبريل ما يأتيش لمرأة إنما العلماء قالوا أن ده نوعهم من أنواع الإلهام خلاص كده؟ طيب يبقى ده إلهام؟ أه ده إلهام طيب الإلهام ده ييجي لعوام الناس ييجي لعوام الناس في صورة الرؤية الصالحة الرؤية الصالحة يا سادة جزء من أجزاء النبوة النبي اللي قال لنا مش أنا اللي بقول لم يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات قيل وما المبشرات يا رسول الله للرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو طرالة ففي الحديث الصحيح أن الله يتنزل إلى السماء الدنيا في السلس الأخير من الليل تنزلا يليق بعظمته وبجلاله وبقدره ليسأل سبحانه وتعالى وهو بنا أعلم هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل 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 السؤال الثاني بتقول لي يوم اليامة هنعرفه إزاي بعد اللي هنشوفه ده هقولك حاجة بسيطة أوي يوم اليامة ده بالذات اللي هيعرفه البر والفاجر والمؤمن والصالح يعني إيه؟ يعني هتلاقي الناس أيمة كده أهل الإيمان حينما يرون يوم القيامة يعرفون فيقومون من كبورهم حين تنشق عنهم الأرض يقولون كما حكى القرآن عنهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون طب الفريق الثاني هيقوموا في حصرة وندامة بعدما الأولين أموا في فرحة والسبشار لكن الثانيين يقوموا في حصرة وندامة ويقولوا يا ويلنا ما باثنا من مرقادنا عشان يرد عليهم أهل الإيمان ويقولوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون نعم نعم يا سيدي طيب خليني نعم مين أيل ما يتغطروا لي أسماء عيد الله يا ابن الله دي يا سيدي آيلين السلام عليكم أكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني أنتوا يتعذبين يا آيلين بالاسم ده مالش اسمكم وإيه طم تقولي اسمكم طيب يا سيدي راضي الله عن آيلين طم محسن حلوة محسن حسام حسام راضي الله عن حسام وراضي الله عن آيلين قولي أمو آيلين آيلين الله يرحمها رحمة الله عليها رحمة الله عليها وطيب الله صراحة وجعلها الله زخرا لك تأخذ بيبك إلى الجنة إن شاء الله يا رب قول يا ست الكل تفضلي سمعي أنا يا شخنا معي تلك أولاك الله أكبر ربنا يخلي ويحفظ وكان نفسي في بنوتة وربنا أراده ادعاني على الوسيلة زي الفل الحمد لله وانا رجب قضاءه بعد ما تولدت هي كانت تعبنة شوية ودخلت الحضانة وبعد كده أتلي عندها ثقب في القلب وشوريان المهم هي لسه عاملة عملية قلبي مفتوح ومضت على الله وعادت عشرين يوم في الحضاء في العناية طيب وبعدين في حالات أيام كانت بتبقى كويسة كويس وأيام كانت الحالة تدورت وتابت طيب المهم الحمد لله الحمد لله أنا رجب قضاءه هي توفي طيب أنا رجب قضاء ربنا بس أنا يعني مش أصبر أنا صبرة ورجب قضاءه بس على طول هي قدامي على طول شايفاها أنا صالي شايفاها قدامي طيب يا أمو آيلين يا أمو آيلين يا أمو آيلين أنت طلبت من ربنا وكان نفسك في حاجة والدهالك صح؟ نعم الحمد لله مزبوط والدهاني دية يعني أنا كان عندي حرق في رجلي طيب سيبرت على الحرق وكل حاجة والحمد لله ربنا الدهاني دية على الحرق اللي كان في رجلي يعني ربنا منحك الهدية آه ربنا الدهاني دية وقرأت وخدمها وكانت براحة بس علي وحدة 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 عشان أنا صعيدي الله ييديكي اتصار ركزي علي شوي لما الدهالك وكنت مركبة الوسيلة حطه تحت الوسيلة متخطي يعني أمو أيلن ما كانتش عايزة صح؟ لا لا أنا ما قدرش أقول ربنا لا 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 أنا بسأل سؤال أنت ما كنتش عايزة ما أنت مركبة الوسيلة ليه؟ عشان قلنا تلاتة وبس صح؟ طيب لما اداكي سألتي ادتني ليه على الوسيلة؟ لا في رحة يبقى لما ياخد ما نسألوش خط ليه؟ لا ما قلتش بس كده طيب نعمل إيه بقى؟ ندعي ربنا أن أيلن تكون لنا زخرا عند الله سبحانه وتعالى وكما فرحنا بها في الدنيا يفرحنا بها في الآخرة ويجعلها شفيعة لك أنت وأبيها وتأخذ بيدك وبيدي أبيها إلى الجنة إن شاء رب العالمين لكن كنها قدامك ده كنها قدامك لعل الله يصبرك بها فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل على ستنا خديجة ولقاها تبكي فقال ما يبكيك يا خديجة قالت حنت لبينة القاسم يا رسول الله يعني زي ما بيقولوا أهلنا كده السدر حن لأنه كان لسه ميت جديد فربنا أراد يكرم السيدة خديجة ويطبطب عليها بلغتنا طبعا مش بلغة ربنا أنا بقول لكم الكلام ده عشان نبسط الكلام لأننا عارف في ناس قاعدة مستنيها الحلقة اللي تأخذ منها غلطة لا أنا بكلم الناس المساكين اللي زحالات اللي عايزين يستوقبوا كلام ربنا مش الكلام المجاعلة ستئيل بتاعك اللي هم نفروا منهم طيب فربنا لما أراد أن يربط على كتفي خديجة قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل لو شاء لو شاءت خديجة إن الله أوكل بالقاسم مرضعة ترضعه في الجنة لو شاءت خديجة أن تراه لا أراها الله إياه لو عايزة تشوف تطمن عليه كان ربنا يوريا قالت خديجة بل صدق الله وصدق رسول الله فالرؤية جزء يطيب الله به الخاطر وينعم الله به بالهدوء والسكينة على القلب رحم الله أيل رحمة واسعة وجعلها لك زخرا وأسأل الله أن يعودك خيرا منها إن شاء الله